وفي فيلا اليوسفي ممشت رجاء باش تشوف جهاد اللي موعد فرجله قالت لها سعيدة جيت يا فليفلة الحلقو ما الخرى ما زال ما جات رجاء قالت الله يسمح ليك خالتي انا جيت نشوف العجل اللي الفوق وهي تقول لها سعيدة سيري ره قانت بوحده في البيت طلعت كتجري مع الدروش غير حلات الباب وهز عينيه ويتقول له رجاء هاي قال لها جهاد سليع فانا جابك الله توحشت الصدع قالت ليه رجاء له ليحييك وانا اللي جاي نشوف تأسيلتك دعمة جهاد قال ليها اي جي حدايا قربت ليه رجاء وقالت شنو جرها جهاد وخربق ليه شعرها وقال ليها فين كنتي من الصباح يلا جاية قالت ليه رجاء اوف طلق مني نيرع لمتوحش مالك ديما مهاوش جهاد قال وانتي اللي تعطلتي وهي تقول له تعطلت مالي دايرة معاك را غير دايرة فيك خير جهاد قال يلا كملي خيرك وعاونيني نزل تحت را قنط هنا رجاء قالت زيد انت وختك خرج دولي يفعودي مشات وقفاته وتسند على كتافها ونزله رجاء قالت ليه تعطلت مالي دايرة معاك را غير دايرة فيك خير وهي يقول لها جهاد يلا كملي خيرك وعاونيني نزل تحت را قنط هنا قالت رجاء زيد انت وختك خرج دولي يفعودي مشات وقفاته وتسند على كتافها ونزله وعند آدم وإسراق واقفين فلاقوت وجبدات إسراق الشال اللي اعطاتها رجاء دارته على كتافها آدم قال ليها جاكي لبرد نمشيه من هنا وهي تقول له لا صافي هادا قد الغارات تلفتات للبحر وعودات شافت فيه وقالت كيحمقني هاد المنظر آدم كيشوف فيها وقال حتى أنا كيحمقني هاد المنظر حكات إسراق وقالت را البحر فين كاين آدم حيدلي هشعرها لو شهه وقال البحر طال علي في الراس إسراق ما جاوباتوش وهو يقول يلا نشينا رجعو حدا المطعم في كيناته موبير ديال آدم حللي هالباب وشكراته اضحك مع هوم شركب وتحذك قال ليها اش خبار جيهات امسا غدي رجع قالت إسراق آه نسيت ما قلتش ليك جيهات يومين هادي باش رجع طاح على رجلو ومقصح خاصه شهرين ديال الراحة ودبرا حاجب بالدار آدم قال اوه يك ماشي حاجة قغام قالت إسراق لا الحمد لله ماشيش حاجة خطيرة ايوه مزيان دابا ندوز عندو نشوفو إسراق قالت اوكي غدي نسلنا وصلها حتى الباب الفيلة وقالت ليه إسراق آه ضغية وصلنا آدم قال آه وخلي التليفون ديالك حداك يلا تهلا يفرزك حلات الباب وبغت نزل وجرها بسها فحكها وقال دابعات سيري نزلت وتسناها حتى دخلت عدم شا دخلت نيشان لستالون ولقات كل شي قالس سعيدة ويحقوب وجهاد ورجاق إسراق قالت ليهم هاي ومشاة سلمات عليهم جهاد قال لها أهلين واللينا كنشوفوك غير من العام العام قالت ليها رجاء ناشطة مع رازك إسراق قالت معلوم طلعت إسراق وتبعاتها رجاء كتجري دخلت وستات الباب وقالت ليها جاهمك الحبة مثلها يلا ترسبي لي كل شي إسراق عودت ليها على كل شي وهي تقول لها آه وقال لي يا آدم باللي غايجي يشوف جيهات رجاء قالت وعندك تخرجي عندهم شعب كتالي شافك بهديك الحالة وبغاك بعض سمحت التليفون كيصوني وقالت سكتي آدم كيعيت رجاء قالت وجاوبي خطفات لها رجاء التليفون وجاوبات ولاحت لها وهربات وقالت لها سمحي لي إسراق قالت آلو آدم قال إسراق وهي تقول له آه آدم كيف وصلتي صافة قال آدم آه الحمد لله وانتي كل شي بخير قالت إسراق الحمد لله وانتي كل شي بخير وهي تقول له كيف ما خليتيني كيف باقة آدم قال بغيت نقول ليك غدا غدي نجي وأنا وريم نشوفه جيهات قالت ليه أوكي أنا غدي نقولها ليه آدم قال لها وبغيت نسمع صوتك دك شي علاش عيت إسراق قالت هم قال لها آدم ما قلتهاش ليك باش تسكتي قالت ليه إسراق رجاء رعارفة وهو يقول هادي ما فيها شك هادي ما فيها ششك والاخرين غدي عرفوا في الوقت المناسب وهي تقول الصراحة خايفة من رد فعل هند آدم قال إسراق ما بغيتك تشغلي بالك بك قاله لا بهند ولا بالخدمة أنا غادي نتكلف غير نسعي عليك هاد الشي قالت أوكي قطعات ومشات فرحانة لعند رجاء وشهاد وعند هند اللي من نهار قال لها آدم غد يعلن عن الانفصال دياله وهي غير كتخمّل عارف آدم مستحيل تراجع للقرار دياله ولكن حتى هي ما غاداش تستسلم بسهولة هاد اليوم دو ذاتهم عادي حنينا موقع وعلو واحتى من إسراق ما قالت لها حتى حاجة حيث بغيت تقنع آدم بقمعها بأي طريقة تصلت بإسراق وقالت ليها تلغي لها جميع المواعيد ديال الغد وقرّت أنها تمشي عند آدم للدار وقرّت تمشي عند آدم للدار كآخر محاولة وخاهي عارفة أنه غادي تعصب حيث في الغد لي فاقت بكري ومشات البيوتي ساندر دارت بحالتها خرجات ولقات السائق قيت سناها افتح لها الباب وطلعات وتوجهوا الفيلا ديالعائلة الإدريسي بعد مدة وصلات وفتحوا لها البوابة ودخلات القاتل لفتيحة في الصالة هند قالت خالتي لبس عليك وهي تقول فتيحة الحمد لله بنتي أنتي كده يرم على الخدمة هند قالت بخير ماش دوريم اش كي يعودوا فتيحة قالت جيتي تشوفي آدم راه في الشريكة هند قالت عارفة أنا جيت نشوفك أنتي حيت بغيت نهدر معاك في واحد الموضوع فتيحة قالت لها آه ها بنتي مرحبا وهي تقول هند كي ما كتعرفي أنا وآدم عام هادة باش مرتبطين ووخا كل واحد مشغول وما كانت شوفوش بالزاف هاد شي بدا كيأطر على علاقتنا داك الشي على شخالتي بغيت كتهضري معاه باش نديرو العرز في أقرب وقت موكين فتيحة قالت لها ايوا بنتيش غدا نقول ليك هاد شي كيخصكم انتو ما بجوش وانتو ما اللي عندكم الحق تقرروا أما أنا ما غدا نزيدكم غير الخير قالت هند آه خالتي عندك الحق ولكن هو غدا يسمع ليك ركي عارفة ديما كيسبق الخدمة على كل شي وهاد شي اللي خلانا ما نديروش حتى خطبه رسمية ولكن ماشي مهم العرز نعوضه فيه كل شي عافك يا خالتي قنعي باش العرز يكون في أقرب وقت فتيحة قالت واخا بنتي أنا غدا نفاتحه يكون خير فرحات هندو قالت ربي يخليك لينا خالتي دابا أنا غدا نمشي حتى نرجعه نشوفه فتيحة قالت فين غدا قلسيت تغدى معانا غدا نعيط على آدم يجي حتى هو يتغدى هند قالت في خاطرها إيه لجا وعرف أشدرت غادي يتعصب ولكن ما يقدرش يفرش القضية حيث حطيته أمام الأمر الواقع والديه ما عارفينش باللي راهى تمتلي إذن هاد القضية في صالحي وقالت ليها آيها خالتي العزيزة نتغدى معاكم حلاش الله وفي هاد الأثناء كان آدم في المكتب ديالو خدام احتجه اتصال شافه ولقاه الوالدة ديالو جاوب ديك الساعة وقال الوالدة وقالت له ولدي جيت تغدى معنا هاد نهار رهجات غمزات ها هند عما خليها ليه مفاجأة وكملات هي هدرتها قالت الموهين شحال هادا ما تغدينه مجموعين وحتى ماجد كاين وحتى ماجد ره كاين ارجع الصباح من نيويورك صاف يا ولدي آدم قال اوك يا الوالدة شوية ونجي واقطع آدم سالدكشي اللي في ايديه وخرج تعرضات ليه هاجر كيف مديمة خلى ليهاجوش كلمات وزاد هبط خدال لوتو ديالو ومشى للدار كيوصل ادخل والابتسام على وجهه غير شاف هنده ويجمحها وعقد حجبانه سلم على ماماه وبس ليها رسها وبقى كيخنزر في هد وهي مهتماتش مشات باستو فخدو ودفعها عليه قالت لي حبيبي كيجاتك المفاجأة آدم قال ايش من مفاجأة ولا اصمر ايش كتديري هنا قالت فاتيحة ويليح شو ما ولدي رخيطيبتك هادي آدم قال الوالدة بليز ما تدخليش وزيدون احنا فصخنا هاد الخطوبة فاتيحة قالت اه ويلي وعلاشا ولدي آدم قال ما تفهمناش وهي تقول فاتيحة ولدي الله يرضى عليك ما تصرعش وهي تقول هند شفتي يا خالسي هوك يقرر غير بوحده مهام محد مهام ما توش الصمعة ديانا احنا ماشي كوب بالعادي وكل شي عارفنا مخطوبين وبغيتي تضرب هاد شي كله في الزيرو راه كيما غادي تأطر راه كيما غادي أطر علي غادي أطر عليك آدم قال ما كيهمنيش هاد راه وحدة اللي قلت ما غاديش نتراجع فيها وغدا غادي نعلنو هاد شي للناس هند قالت ما غاديش نسمح ليك تطيح من قيمتي وتشفي في يال عدياني وإلى كنتي مصر حتى أنا غدا نقول بيلي هاد شي كان غير تمن وقاطحها وقال لا قاطحها آدم وجرنها من درحها بحال شي شرويضا وخرجها للجردة شدها من الفك ديالها وذير عليه وقال كت هديني ها شفتي أنا ما مصوقش البشر ولكن عائلتي بعديها على هادة طبوحية ديالك راني دير معاك بباة المزيان اللي ما زال صابر ليك لهادة الساعة وزيدك داك شي اللي قلتي هو اللي غادي يكون غادي نعلنه من طرفين على الانفصال بسبب أننا ما تفهمناش ولا داعي للتفاصيل وإلى قال لك مسيو عقلك تلعبي معايا غادي تشوفي وجهي لآخر تلق منها وتفحها وقال لها مفهوم هند بداتك تلتاقط أنفاسها ورجليها كي شطحوا بالخلع عمرها شفت آدم مع صبلها ديالت طاراجة قالت لي ما غاداش نسمحليك آدم على هاد المعاملة وتبهدي للي درتي لي آدم قال لي اقعلا هند قالت لي هانت عقلي على هاد شي مزيان غادي يجي النهار لي تندم وما تنساش أنا هند هند الشرايبي قال لها آدم أعلم في خيلك ركبي يلا تسرسبي وما نبقاش نشوفك قدامي مازال مشات هند كتجري والدموع في عينيها هي اللي جحال من واحد يتمناها جاء آدم بهدلها وعاملها بحال الحشرات ما تسرتاتش لها وحلفات حتى تنتاقم منه بأي طريقة ودازت أسبوعين وإسراء وآدم كيتلقى وخفي على الناس وأغلب أوقاتهم كيهضروا في التليفون واليوم في الصباح فاقت إسراء على صوت المنبه مشات الحمام وغزلات ولبزات حويجها نزلت فطر ولقات ماماها فايقة جلسات فطرات معاها شافت في الساعة لقاتها الثمانية وادعات ماماها وهزات ساكه وتليفونها شافت فيه ولقات بزادي اللي زابال من عند الصحفيين صحابها ورجاء احتهيا إسراء قالت ويلي هادو ما لهم يكما هند وقع عليها شي حاجة خير جا في الجردة وكتقلم يلا بغا تدود النمر ديانا رجاء احتنصونا لهذه الدهاء وكان آدم لي كان مسافر لطنجة على قبل واحد الصفقة قالت إسراء صبح النور حبيبة كيف وصلتي بخير؟ آدم قال لها إسراء حبيبة ما تخرجيش اليوم من الدار أوكي؟ وهي تقول إسراء كيفاش ما نخرج؟ أنا غادل الخدمة دابا سمعات الصداح وحطت يديها على الباب باش تخرج باش تشوف شنوا واقع هو يقول لها آدم إسراء سمعيني رجعي دابا دخلي أنا جاي عندك إسراء قالت علاش شنو؟ ومع الحلان لحلات الباب قد تصدم بثاف ديال الصحفيين واقفين هازين كاميراتهم وبثاف الناس كل شي كيشوفوا فيها ومخنزرين وكيوشو شو بيناتهم إسراء قالت آدم قالت إسراء آدم أش واقع؟ ما لأ ما زال ما كملاتش هاضرتها وهي تسمع هي حدي الغدارة شي واحد لعليها بيضا إسراء ما فهمات وارو من الصدمة بقت غير مخرج عيني هوا وقتا متحركاتش قال لها آدم إسراء حبيبة جاوبيني شنو واقع؟ مالكي سكتتي إسراء بدت كتبكي وقالت آدم مال هاد الناس هنايا؟ علاش؟ وهاد المراجعة هفوش آها بدات كتبكي وقال لها آدم إسراء دخلي للدار دعبة بدات كتسمع خطافت الرجال انتي ما تستاهليش تعيشي ايش دارة هندح تغدرتيها؟ تاقت فيك وطيرتي لها الراجل اللي فعت بحالك الموت قليلة فيهم طاحت إسراء الأرض ولاحت التليفون من إيدها هدرتهم دمراتها وفهمات شنو واقع فهمات بلي كل شي عرف بعلاقتها بآدم كيفاش وعلاش كيلوموها ما فهماتش ابقات كتبكي بصوت عالي وكتحاول تخبي وجهها من داك الشي اللي كيتلاح عليها شوية وقفات طموبيل بسرعة حتى تلفت كل شي نزلت رجاء كتجري ودبعات بنادم ومشات عند إسراء قالت إسراء وقفين دخله إسراء وقات كتحاول تخبيها على الناس ووقفاتها ودخلاتها بزربة وسدات البار عاود تحت إسراء في الأرض كتبكي ونزلت عندها رجاء وقالت إسراء قالت لها إسراء قال لي يا غد يحنيني قال لي يا من خاف من والو رجاء قالت صاف يا حبيبة بارك من لبكة دابة نلقاه حل هاد الشي هزات إسراء فيها عينيها اللي عامري ببتموعة وغوتات وقالت واش كتضحك عليها ايش من حلو البلاد كاملة كتكرهني ما نقدرش نخرجها رجاء فين غنوري وجهي تلاحت عليها رجاء وعنقاتها وبقات كتربت عليها وبيا كتبكي وكتشهق احتخر الجهاد كي يجري قال إسراء أش واقع شافها في هديك الحالة وشاف رجاء اللي هزات في عينيها بحظن وقالت إسراء حبيبة ايجي ندخله إسراء حركاتها لقعتها صخفانا وقالت جهاد إسراء ما لها وبقات كتحرك فيها ووالو مبغاتش تفيق هزها جهاد بزدربو دخلها للطار شافتهم سعيدة وقال لها جهاد عيتي الطبيبي جي دابا تلقي راسك سعيدة قالت بنتي إسراء ما لها قال لها جهاد ماما تهدني ما عندها والو سعيدة قالت كيفاش ما عندها والو بنتي صخفانا شافت في رجاء ولقاتها كتبكي وكتنخصص وقالت ليها رجاء قولي ليا شنو واقع لبنتي هدري جبدات رجاء التليفون ديالها وجبدات لها الخبر وعطاتو لها قرات سعيدة دكشي وبصد ما قلت وهي تقول رجاء إسراء ما عندها حتادن في هدشي جهاد قال رجاء الهدري ماشي دابا خرج كي يجري يجي بالطبيب وبقى وكي تسميها شوية ودخلو كي يجري وجاد الطبيب بفحصها ودق لها برا وخرج عندهم قال لهم لمريضة جاهن هيار عصبي عطيتها مهدئ وراها ناعسة دابا ولكن يلاعى وجاتها نفس الحالة بيخصها تمشي للكلينيك من الأفضل تبعها لأي حاجة تعصبها هدو الفترة خرج جهاد مع الطبيب اللي اكتب ليه شي دوع ومشا وطلع جهاد كي يجري عندهم وشد رجاء من إيدها وقال لها دابا غدا تقولي لنا شنو واقع وشنو علاقة إسراء بآدم الإدريسي رجاء تصدمات وقالت واخا مشاوا للصالون وقلصوا قال لها جهاد يلا نطقي خلاص رجاء قالت آدم وهمت كانوا نخطو بي قال جهاد آه هدشي حار فينا ايش جاب هدشي لإسراء وهي تقول سعيدة خليها تعتر رجاء قالت ولكن علاقتهم كانت غير تمتيلية على قبل الشهرة إسراء اطلاقات بآدم في الخدمة عن طريق هند في اللول ما كانتش كتحمل ولكن مع الوقت تقربوا من بعدياتهم وبغوا بعدياتهم كأي كوبة جهاد تفكر تصاور لمنشورين في الخبر وقال زيدي وهي تقول رجاء داب الناس عند بالهم إسراء غدرات هند وآدم خانها مع إسراء هدشي ما كانش أصلا هديك العلاقة كانت كدو قالت ساعيدة الله على بنتي حبيبتي نهار حنقلبها تكرب سعيد مشات طلعات عند إسراء وقات رجاء مع جهاد بعدهم وهي تقول رجاء جهاد جهاد عافك فهمنا إسراء ما عندها حتى ذنب فات الشي ذنبها الواحيد هو بغاده نهار جهاد عندها وجرها عنده عن نقفة وقال آجي صافي يا حبيبتي كل شي إن شاء الله غايت حال زييرات رجاء عليه كتبكي وقالت ما عمري شفت إسراء في هديك الحالة أنا خايفة عليها جهاد جهاد قال لها شت صافي إسراء بنت قوية وغتتغلب على هاد المحنة أنا غادي نخرج دابا خليك حداها أوكي رجاء حركات رسها بقاه وخرج جهاد ودوث أبال آدم اللي جاوب دخيا قال ليه جهاد فينك دابا آدم قال إسراء فين إسراء جهاد قال لي قلت ليك فينك نجي عندك آدم قال لي آجي للشركة قل لي يا إسراء لباس اقطع ليه جهاد ومشارك في التموبيل وشد الطريق السوفت آدم بقى جالس في المكتب كيف يفكر في حبيبته كيفاش غدا تكون دابا ما قادرش حتى يوصل لها أو لن يمشي عندها إلا مشى عندها غادي غير يزيد صعبها عليها كان غادي يمسافر حتى تفاجئ بالخبر منشوف السوشال ميديا ودغيا نشراته المنابر الإعلامية صور تاني قبلة لهم لحظة الحب والشوق ديالهم ولات نفسها لحظة الحزن اللي كتعيش حبيبته دابا أما هو ما عنده سوق في الناس وصل جيهاده بباركة التموبيل ودخل كي يجري طلع للمكتب ما حاشهاش الهاجر اللي حبساته في الباب ودخل مدرم آدم غير شافه وقف وجه عنده يلا هبغي يهضر وهي تجيه هون يلو وجه قال ليه جيهاد جالس مركن مع راسك آش قربك لاختي آدم قشاد تحدى في أموك يمسح في الدم وقال إسراء فينا هي قال ليه جيهاد عاد كتسول هاد الحريرة ديالك نبغيها تفك اليوم قبل غدا واختي ما تحلمش تزيد تشوفها بسباب هاد شي جهان هيار عصبي وما غاديش نخليش حاجة أخرى تزيد لحالتها تلفت وتم خارج وهو يقول ليه آدم ما غاديش تمنعني أنني نشوفها كان بغيها ومستحين خليها سمعتي؟ جيهاد قال ليه كون كنتي كتبغيها كنتي غادي تحميها خرج جيهاد وخلا هاد الكلمات كيتعنوا في آدم تلق آدم غوطة وهزئت تضربها مع الضابلة ديالزاج اللي كانت حداه حتد جرح وثال دمه رجع جيهاد لدانهم وقال للمو ايش باليك ندي إسراء معايا لندن خاس هات مشيت ما باش ترتاح بينما تنسات القاضية هنا مستحيل تولي بخيري لبقات هنا سعيدة قالت ليه بالصح وخغد انتو حش بنتي ولكن صحتها ورحتها وملوا لي وباباك ره عيت ليه شبيه وغادي يجي جيهاد قال ايضان غادي نمشيه في أقرب وقت وهي تقول سعيدة ان شاء الله انا غدا نوصيهم باش يجمعوا ليها حويجها حلات إسراء عينيها وكانت حداها رجاء غير فاقت وتفكرتش نوقع وبدايت كتبكي بالجهد مشات عندها رجاء كتجري وقالت ليها إسراء صافية صحبتي من لبقا قطعتي لي قلبي إسراء باقك تبكي وقالت رجاء علاش نهار بغيت من قلبي وقع لي يبحان هكا علاش تاهموني وهما ما عارفين وعالو رجاء قالت انتي أكتر واحد عارف عالم الإشاعات كيف داين وعارف الناس اللي شافوها كي تيقوها نضيح ببابا ركا من لبقا أنا اللي خاصني لبقي غادي تمشي وعليه إسراء مسحات دموحه وقالت كيفاش؟ قالت ليها رجاء جي هاد غايمشي لندن وغادي تديك معاه إسراء تفكرات آدم اللي غير البارح كانوا معانقين واليوم غادي تفارقوا ولكن هاد المرة ما غا تقدرش تمشي تلقاه هاد المرة لا رجعتها في الأمر كتخمم ودموحها دايزين وهي تقول لها رجاء أجي دوشي ناضت إسراء ووجهها شاحب ودموحها دايزين ما بقاوش بغاو يحبسه عقلها غير مع آدم رجع آدم للدار وبدل عليه حواج الخدمة ولبس شي حاجة صفور وهو يصوني ليه التليفون شاف ولقاه زياد وقال ليه والدنيا مقلوبة عليك العود ايش دوك تصاور؟ آدم قال واش تقدرش بدلية هاد اللي لاح تصاور اللول؟ زياد قال ليه صعيبة شوية ورك عارف دكشي دغيك ينتاجر في مواقع التواصل ولكن غادي نحاول آدم قال أوكي غير تلقاشي حاجة عيط ليا زياد قال ليه كون هاني برد صاحبي كل شي غادي تحل وفي فيلا اليوسفي قال سإسراء مخشية في عقوب ومعنقاه وحداهم سعيدة ورجاء جيهاد وحتى هشام اللي جاي شوفها قال جيهاد إسراء وصل الوقت خاصنا نمشي وقفوا وسلمات عليهم كاملين دازت عند هشام وقال ليها عندك تشوف التيتيز وتنساين تبغى غير باش يضحكها بتاز مات ليه إسراء وقال ليها دا بنجي عندك أنا وهاد سليع فانا أوكي وتعانقوا وتلاحوا كيتبكوا على بعضياتهم ترجمة نانسي قنقوا